طلبات الأهلي بالمناسبة يعني أنا أتمنى أن كلام الأهلي ده يدرس في العموم لأنه على فكرة إذا درس كلام الأهلي ده كله وتطبق الأهلي مش هيبه بس مستفيد يعني الأهلي هي تضرر هو كمان يعني لما الأهلي يقول لكم أن أنا لاعب كل ما تشدي منها كتير قوي بره مصر فأنت تروح راضد عليه بأنك تطبق اللوائح وأنك تحط نظم ونظام رياضي ممكن الأهلي من ضمن حاجتك تقوله طب أنا مش مسؤول عن أنت بتسافر كتير أنا عندي جدول دوري هتلعبه فالأهلي هيتضرر لكن في الآخر يبقى نظام الأهلي بيتعامل معاه بيستفيد من النظام وبيتضرر كما أو بيبقى كل بقى الناس متساوية في الضرر وهيبقى عندك دوري منتظم مش هيبقى الأهلي بس هو المستفيدة بقى كل استفاد والكل يشيل شلته برغباته بطموحاته بالتارجتس بتاعته بأهدافه يعني فطلبات الأهلي لو بصت لها كده من بعيد هي مش بس للأهلي هي للكورة عموما محتاجين نقعد بقى لو عايز بصراحة يعني احنا محتاجين نقعد كل الناس توعد مع بعض وآخرها طبعا قصة الكابتن حسام حسن اللي متدايق جدا 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 دلوقتي بسبب النقطة اللي تكلم فيها الأهلي على مستوى اللاعبين وآلآن جدا وشايف أنه مهما حاولنا فيبقى المنتخب آخر اهتمامات الناس كلها لأنه دلوقتي شايف أنه رفض الأهلي إرسال لاعبي قبل الأجندة الدولية بعيدا على فكرة عماتش الألمونيوم أو غيره الأهلي موقفوا أنه حتى لو قلت لي إلعب الألمونيوم ومبعاتهم أنا بالنسبة لي أنا عايزة أبدأ أربعة اللعيبة لأن أنا ملتزم بلوائحي آه ده ممكن يبقى موقف دلوقتي وممكن يحل لاحقا لكن في الآخر المنتخب شايف أنه ده موقف يضره ويقلقه نمى الأهلي في المعسكر اللي فات بعت اللعيبة لكن دلوقتي بيقول أنا مش هبعد فوضع والأهلي بيقول أنه انتم ما اتفقتوش بالتزام واتفاق معايا لإراحة لاعبي النادي الأهلي بكرة الكابتن حسام حسن يمكن فيه قعدة كده مع الإعلاميين هيشرح فيها موقفه وهو متضايق على فكرة الكابتن حسام حسن من فكرة أن الناس مستسهلة ماتشين غينيا وبركينة فاسو في المنتخب أنا مش عايزة أعلق قوي بالمناسبة على قصة أن النهاردة تقالي أن سام مرسي كان سيستدعى لقائمة المنتخب لكن لم يستدعى لأنه مش جاهز فنيا وبدنيا لأنه على لسام مصدر على موقع كورا بلس مصدر من المنتخب فمش عارف أتعامل مع أنه يعني مش حاجة ممسوكة في إيديا يعني ما سمعتوش مثلا في التليفزيون لأنه أنا مش عارف مين المصدر ومش عارف على أي أساس يعني على فكرة عادي أنه مستدعيش سام مرسي لكن حتى المبرر بتاع عدم استدعاء سام مرسي أنه مش جاهز فنيا وبدنيا اللعب اللي بيلعب قائد فريق تأهل من ضمن 20 فريق من الدرجة الشامبيونشيب التقيلة جدا للدوري الإنجليزي الممتاز وبيلعب لحد آخر ماتش لعب 44 ماتش الموسم ده قائد ود تقيل كده في الملعب يعني كان مش لعبه خلاص ده الكابتن بتاع الفرقة فيبقى أنه مش جاهز بدنيا وفنيا فمش فاهمها يعني أتمنى لو فسر الموضوع بأنه مثلا اتكلمنا معاه قال لنا أنا مش جاهز قال لنا أنا مرهق أنا مصاب أنا عايز أريح أنا عايز أجاز أنا عايز في سيزن أفضل لعب في فريقه باختيارات الجمهور واختيارات النادي إبس وتشتاون فما فهمتش قوي التفسير أو الإجابة دي لكن في الآخر على سام مصدر فممكن نبقى نسأل برضو الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني طيب